السلام عليكم ايش نحوي لكم شاء الله نهاركم مبروك ونهاركم مزيان واسعد ليهيب او نهير الجيد في شهر سيدير مضى للي ما قلت خليني نخرج نعدي صبحي صغيرة كباحث الوالدة ومن بعد الروح حصلوا انطيب العشاء او شنا عدي يهيلكم تاوت سلم عليكم الاسباح الخير واسباح الورد والفل والاسبين شاء الله نهارك طيب يا اعز الناس يسلموا عليك الناس الكل ديما يسألوني يقولوا لي وين الوالدة وقولهم الوالدة ايواشا الاعتصام الاعتصام احسن احسن ايوه الناس حصلوا ديما يسألوني عليك قلت يزمني نخرج وريهم هلو جاية هذي المنور امتعنا امين يا رب العالمي امين يا رب العالمي امين يا رب العالمي امين يا رب العايشك يا ايوه ايوه خلينا تو نقضوا شوي بعد الروحي كملت الصبحية بحث الوالدة اتعديت للدجاج قلت جايجة جدني فكره قلت نعمل جيجة روتيلة اول حاجه قد خليني نفوحها ونحذرها حتيت كصحيفة حتيت موتارد في وسطها كي كم غرفة صغيرة حتيت زادة مغير فا كبيرة خل وإلا قارس اللي ما عندهيش الخل فتيتها كزعفران ولا كركم كي ما تحب حتيتهم في وسطهم وشنو اخر بشنحطوا ملح في الفلك حالفة في الاحمر تحبوا تحطوا كليل وزعتوا بالتبيعة كن حبيتوا بالتبيعة اي حاجة تحبوه وزيت زيتونة وبشنحط اليوم زادة ثوم من بعد ثوم نحطوا في وسط الجلدة متاع الجيجة بي ايا سيديه شو بش نعملوا معها اخر هاتجيش اركبوا الساعة نفوحوها وركحوها ومورها حتيت هنين ملح بشنحطوا فلفل اكحل والفلفل احمر وبعد بشنحطوا لها كافي كريشيتا شوية بسل شوية رند يفوح مفوحة كي باك السوس اللي بشنحضروها توا حاجة بركرة ونحطها نفوحها نخليها صبحية كي بلعوني فوحة مورها مريق لا اه بعد كيكا اقبل المغربة بساعة نحطها في الفورطي بخاطر ديما لخلي يرتب لحمة الجيش هيك عليش ديما نقول لكم كي جي وتفوحوا الجيشة فوحوها حتى اقبل بليلا هكا هوا هنسا بزيت الزيتونة وشو السام زيدة مبعد زبدة بشنحطها في وسطها زيدة تحمرها بالزبدة وتخليها كيا يعيني شهلولة هههه اه الليوم بشنا عمل زيدة حويجة اخرى حلوة للسهرية طماريكم بالتدريج آيه خلينا كالجيجة انقبها تليزي مكتاها قيبة اه نتمنونها حاجة اخرى زيدة قبل من ننقبها اه نقولوا احنا نشوشطوها شوي فوق النار هكا ترتوفو برا جلدة متاحها نشوشطوها فوق الغاز نضيف او سنينات ثوء دخلتهم في وسط الجلدة ودخلتهم في وسط جلدة قومت بتزيدي اخر سوية في وسط جريشتها نحضر معها روز اليومه و شربه اخر سويبه فاتمه انا باهي كل حويجه ترايف ترايف عملت الجيجه والله يصدقوني قاعد اشترها اللي عوينا ايه اللي عوينا ايه المحنونه ايه اللي يتاكل اقبل الكريشه هيك الشربه زيده اللي تخلي الوحد يشبع فيه ساو ومي يكملش العشي حتى وقريبا تتنحى قريبا قريبا يجي الوقت حسلو اللي هنا بديت نحط كي ما قاعد نشوفه في الثوم وباش نحط زيده الزبدة هكا في وسطها بيا شدي تراسب سل كي من هكا وقصيت وحتيتوا الداخل مع ورقات الرند ودهنتها بالزبدة حتى كي جي تحطها في الفور زيد حط اللي هكا زبدة من الفوق باش تحمارك و جي كبنين عسل الدنيا اللي تحب تزربه وعندي تخدم مع عنديش وقت تقول بلك شي ما مطيب ليش ولا حاجة فورها قبل حطها في الكسكيس فورها حتى نصف تفويره ومبعد طيبها في الفور وحمرها كهو جملنا الجي جا باش نحضره توائش ربا متانا عملتها هكا بترايفيت الحب صغير وطرايف بسال وحتيت الملح فلفل اكحال فلفل احمر حتيت تشيشة متاعي هي عربي حتيتها معاهم معا طماطم غرفة طماطم بركة قليتها شوية معا لترايف كلافس وخليتها مرقتها وخليتها تفاقلها هذي الروز اللي بشي عديو بها معانيها تجيشة روز بطريقة هكا مختلفة معانيها حتي كما قاعدين تشوفوا رسبسل وغرين فلفل اخضر نقلي فيهم في الزيت اه معا سنتين ثوم قاسيتهم زيادة ريفيت جلبانة اللي ما بش نستعمل الجلبانة حتيت كاكا كميشة وبرق او كتليثة مغارف يزي فيها البرقه يزي اه قليهم شوية بعد نحط عليهم الروز ونفوحوا ونفوحوا بالتيبل والكروية والملح والفلفل اكحال والفلفل احمر والزعفرار اللي ما مغروبة بالزعفرار بضم فقط دون 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 او عرفت كدا عنذك حاجة هكا حتي ده مشستعمل شعود حتي masuk المهم مغروبة كاماكم كاما 떠رعت شوية جيلة نقلي ا هنا يعني انت نستعمل كظوحه ملح في الفلق حجوية في الفلح احمر مره عملته بكعبتين بالبس باس جاي بنين 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 جاني بنين هنا مرح بيه و جاني بنين خطر اني نبدأ متأكنا نجيني بيه دفع الملح لتردبين على الملح سبت الماء على الرؤس سبت مصير و نص ماء كس روز و نص ماء يجب ان تكون الماء فوق الرؤس و قابلها دوبة ميقيم الغلوة معروفة نقص عليها على نار هادية يوليكو الكعبة وحده كملنا الروز كملنا الشربة توقيت جيجا سيئ جاء وقت طبخوها بش نلفوها توقفك الوريقة اللي هو لي طيبو بالباهي ورقة زبدة هو لي طيب الجيجا بالباهي اللي فهم ليه واسطرها كيكا يسرنا رب ان شاء الله ونحطها طيب بيه توقو بش نعمل عصيد تسجوجو للسهرية فما مطابعة معي في القاني قتلي وريني كيفاش نقيس بيها الميزين المحنو سيهلي عزيزة شفتني كي تحط الصحفة تحط الصحفة والميزين ما يخدمش وقتها خدمو عنا زيد راجع الفيديو مرة اخرى كي اني حتيت الصحفة معناه يلزم الميزين ما يخدمش تحط الصحفة قبل وبعد تحل عليه الميزين فهي خطر كي يبدأ الميزين محلول وانتي حتيت الصحفة متاعك يعطيك قيس الصحفة واللي في وسطها هيك عليش المهم قس تاني بالميزين ميتين وخمسين جرام ازجوجو ازجوجو حكوك اول مرة نستعمل حكوك الحقيقة مسيسة دي مكعب قلت خليني نجرب علش ليه ام جيتني تشرح الحقيقة الايمينة معناه اه بنجايد يهولي الحكا لي خليتها اه بيه حتيتك الميتين وخمسين زجوجو مشيت رحيتهم في اترا ماء ديما هي ميتين وخمسين جرام زجوجو اترا ونص ديما النص نخليه في اه تمسميستك القمسان ها بش نقلكم تاوريتو القمسان ها بش نزيدلو النص متاع الماء ونحطو في وسطها بش نبدأ عد بدايتنا معروفة هي الحكاية اه نصفيو هكو الزجوجو في الغربال اميز مكتاع اسر وليه يحم ليح وطلعلو الروح متاعو اه ها هيكا خطرت لي اليوم بش نعمل عصد زجوجو خاترشثيتها بصراحة كريتها ف السوبر مرشي قلت اه علش ليه خليني نعمل لصحفيات للصهرية وخليت الصحفيات مش مزاينين انت نقول لكم علش ان شاء الله في لاجين نقول لكم ان شاء الله المهمة كملت صفيتك الزجوجو توابش نحط الفيرينة به 250 جرام زجوجو عليهم 150 جرام فيرينة طريقة معروفة ان يعني نحط المية وخمسين جرام فيرينة في وسطك اللي صفيته ونعود نرحيف المكسير مرة اخرى كيف كيف نحب نعود ديما نقيس اللي نوريكم حتيت السحفة قبله وبعد حليت على الميزين وبعد باش نقيس 150 جرام فيرينة توا الميزين باش يقيس كيف كان اللي في الفيرينة مش السحفة بالنقر والله يكيكي اني كيحب وحد يسألني حاجة نحب نجيوبه ديما هيكة بارياحية وخلو احنا ان شاء الله تكون تتبع فيه وان شاء الله وصلت لها زي زي المعلومة كهو 150 جرام هيك الفيرينة توابش نحطهم غاديكا نخلطهم شوي وبرق مني كل شي في المكسير بسراحة ا Couldn't like it ! خرجتنا للطيفة كل شي ما بعض، ومبعدين نعاود نصفي بالغربال، هيشا قليلة يو خيتي رجليتي واني ملع الشي كل وامش اتحذرتestabض neur little cascent ما كانت ليش على البيل أما ميس الش الحلوых النتيجة حلوة اني قلت لكم عدا عملت بزيد هيكيكا صبيتك القميصة فاك الصفية مرة اخرى مع الفيرينا وتو نحطها يا للا الطيب فوق الجأس ابدأ معنية نثرت فيها يعني دي اخر روح متاع الزجوجو ساي يكمل انا تصفها بالباهي هكا عليش توا ميتين وخمسين جرام زجوجو تعمل لك خيريت عليش نعم في خمسمية جرام وتتلوح لا لا عودت سكرت الحكة ونستعملها ان شاء الله المرة الجاية هكا هوا المهم اه كملنا ساي يتوابش نحط اليها فوق الجاس اما اللي هني بربي متابعونيش ساعة نغلط ايكي نبدأ نعمل لكا بالماني نخلط بالحديد رو مش بي دماغ بمغرفة اللوح اني راني على طبيعتي ساعة ننسى هاونا اني حيه ونمدن بعد مغرفة اللوح بايه بالنسبة للسكر تتحط السكر كي تعقاد لاسينا يعني كي تعقاد حطوا السكر سكر دي ما حسب الرغبة بالنسبة لييني حتيت سبع مغرف سبع مغرف كبار مليانين سكر جيتني معتد لا معنيها لهي حلوة ولهي هكا هاو جيت مريق لا هي تعو انتي تصب السكر وهي تعو بيش تجرق متخافش منها توسع بالك وتكمل تخلطها تخلطها مليح مليح نحيت الهني تفكرت اللي يذيك غالطة مديت هني مغرفة اللوح هاني معاكم على طبيعتي مليا بايه تفاهمنا تبعوني شو برا دي ما بمغرفة اللوح تحركوا حسلوا هانا خلطها خلطها جيتني القوي ممتعل عصيدة امتعي ها كي ما قاعدين نشوفوه من بعد شدت روحها واللي تفرد قالب تنوريكم من بعد محليها محليها بالحق مزيينة بصراحة مش خايبة عجبتني الزقوق ومعني خاطر اني مش متعودة نستعمل الحقيقة اللي حكوك رغم ان هي سهلة ما هيش صعيبة اما نحب دي ما لك عب ونخسل وحدي ونرحي وحدي اما رمضان وكل هي برا شهوة وكهو احسلو كملت العصيدة اخذت شوية وقت وبرع اما ما يسيلش لتيجا مزيينة ويفرحوا بيها لوليد في السهرية اه شنو اخر وشنعم الكريمة العربي زيدة مالا نقعد بلاش كريمة نعملوها كريمة عربي في الدار ابنو اوفح برشا ولي متحبش معناية تشربك وكريمة صفر العادية وتعملها لحقيقة الكريمة العربي عليش هي باية على خطرها متمايزش متسيبش الميم تاحا كي تعملها بلا صفر العظمة عملتها باللبي ذي العظمة رايي تمايزها مايز معني تسيب المياه اربعة فسوسة عظم عملت اليوم ايترا كاملة على خطر برشا عملت اسحافي نص ايترا يزي اربعة فسوسة عظم عليهم اربعة كبار مليونين انشي عملت الي معاكم المرة الاخرى شوية وبرا فيسا فيسا هنعمل هي لكم ع السرير سب شوية حليب غاديك على العظم وانشي خلط الساعة قبل ومبعد صفيهم وصبهم في وسطك الاترا حليب وسهلة هي الحكاية بكل باش تولي بنكهة الفانيليا تحط لها سكر فانيليا في الاخر كالطيب ومغرفة زبدة للقا معناها تعملكك اللقا المزيينة هذي تقعد ثلاثة ييمة معناها حتى تحطها في الفريجيدير كانك حتيتها اليوم معناها اذيك الحاجة الميزة اللي فيها معناها الكريمة العربي حسلوا اني مش الكل زينتم الحقيقة بالفاكية خبل بيت نقول وجي اربعة صحافي مش مزيني للي لجية معناها شبك رايح سيت تسجوكو يا ماما مش تتسحر بركا شبا واتقلعوا فاني حتيتهم في الصفية وكهو سهلة سهلة نخلط اللي في الكروين ونصب السكر السكر ديما النصو ايترا حليب عليها ثلاثة مغرفة كبار سكر ايترا كيبلا ستة مغرفة كبار سكر معناها بالمغرفة حتيت ستة مغرفة كبار سكر وهنا كل مرة نجيب لكم فكرة هذي فكرة نعملوها في سافيسة هكا على سريع نجم تعملها رهي متقولش معني يتعب برشا اما عملها حتى في الصباح كين انتي عندك هكا وقت متنسي وشاعد في الاخر نحطوا مغرفة عطرشية متصورت لي شو برا اني مغرفة العطرشية حتيتها فوق القاسة يقري بالتيب طاب التجاة حتيت سكر فانيليا وباش نحط مغرفة الزبدة وتحطوا كيكا نقول مغرفة كبيرة مليانة عطرشية في الاخر فبنها ومحليها فضلت لي مكل ايترا ديكا سحفة اخرى كريمة معنيها يحبوها برشا اني لحقيقة الولاد حتى من غير العصيدة لا من غير العصيدة لحتى شي معاها معني يجي واحدة تهبل كملتها هذيكا ثوم بعد نمشي نزينها فوق العصيدة زجوغو هني حذرت حويجة حلوة وحويجة عشان حبرتك الجيجة عملت الروز الشربة ومزلوا كين سباح في عطمان هاي كملتا ونحطك السحيف وخليهم يبردوا فوق الوجاق ديما والتزيينة كا ديما بسحيف اخير هاو ديما اعملوا معنيها عصيدة غطيوها ووقت اللي حاشتك تمد تعرجك ترايف اللوز تهروشها وتزين شديد اكا سويبا فاطمة اللي ما عملتم بريقوتا بجبن شوية تن وعظم شوية مع دنوس اكا هاو ريقوتا وتن وجبن ومع دنوس اه وكعبة بتاتا مرفوسة هني نسيتها شديد حطيتهم وخلطتهم ابعظم وشديد اكا سويبا عد فاطمة تردن دون دورتم وقليتم هاكا سباية عمش جوية دوسة وباية عخشين وهما سويبا عادها لحقيقة فاطمة مجيوش مزينين برشة برشة حب نسأل سؤال شكون سميها سويبا فاطمة وعليش سميت سويبا فاطمة يزمني نعمل بحث عليها عليش سميت بالاسم هذا معناه شبيها فاطمة سويبا حاكا يزم فما بحث يسلمي داية فاطمة اللي طيبة العشاء يسلمي داية فاطمة ورب يحفظ فاطمة ومحليها فاطمة كين فما معايا متابع اكيد تتبع فيها واسمها فاطمة ان شاء الله ربي يحفظي حاسلو كماناها زينا التاولة تاوة كهو حذرنا العشاية وشنو قدو تاوة نتعشي وشريت ناب المرهيذية جدايك تابش نوريهولكم من بعد نتعشي وشريت ناب المرهيذية كيكا كيكا كيت عديد من البحثة امي لازم نتعدي الفرحة هوم لازم مش نشري حاجة وشريت تابلية زيدة بتاع طبخ شيخت روحي تابلية وشريت ناب كيكا فازيت حبيت كيكا كيت نصور نبدا بتابلية جدا ان شاء الله قاعدنا تعشينا والحمد لله لك الحمد والشكر على هالنعمة ان شاء الله اجيبكم المينو يمتع الليلة ان شاء الله اجيب لكم فكرة سهلة وسريعة هو سهل الحقيقة العشيخ فيه في ضريف ما فيه حاجة كبيرة ومعروفية زيدة المهم انتطل عليكم ولا كنت تحبوا تشوفوني ولا كهو يزي فيها البركة انتطل عليكم ان شاء الله بالخير والبركة ان شاء الله يا ربي ويرزقنا ويرزق امت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ويعطيه للزوالي يا ربي يعطيه الخير والبركة ونعاونه بعدنا بالكتمة ان شاء الله يا ربي نعاونه كل واحدة كمحتاج باللي كتب ربي باللي عندك موجود ما هم نعاونه بعضنا تونسي للتونسي رحمة والله الحمد لله كمنا كل شي تواعد مزلكين الكويس تاي نعم الكويس تاي وقيده مزينا وكهو قريب يوفى راهو الفيديو سايي بدي مصلنا لنسحان الطاولة هكا نعدي صبحية معاكم هكا نهيري نعديه معاكم مصبح لللي ونحب دي ما هكا نشاركة معاكم بارتا الحشي متاعي حتى ساعتا كنقول مني ميني عملتا قبل ام لغال بعد دي زمي نصور لكم ونكون معاكم هكا كل صبحية تتفرجوا فيها مع العشرة متاع صبح ان شاء الله ربي يحميكم وبرك الله فيكم اولا ديما نحب نقول نشكركم وديما ديما نقول لي ربي بير كلكم على سباعاتكم اللي تكتبوني بها في التعليقات نقولها عليش خاطر بالحق انسان يكتب لك كلم طيب وكلم محلو ربي جزيكم كل خير بارك الله فيكم محليكم من ناس الكل بالحق نحبكم برشا برشا وان شاء الله ربي يحميكم يعطيكم على قد قلوبكم الطيبة كيف تشجعوا هكا ولاد بلادكم ايني ولا غيري معناه نحبوا بعضنا وبهي التشجيع حتى بربي كي ما تعجبكم ش حاجة وقيتوا وكا مجهود ونقولوا احنا التصوير وكل شيء مثال الكلمة طيبة صدقة ونقولوا لها مرة جاية تعمل ما خير شجعوا بعضنا ونحبوا بعضنا اهم حاجة ذيكا واحد بش يخرج من هالدنيا نحبوا بعضنا ونقولوا كلمة طيبة وكهو صدقوني واحد ما عنده ما يخسر ما عنده ما يخسر كي يقول كلمة بيه ويفرحك الانسانك اللي يخدمه اللي عمل حاجة اكيد اكيد بش يعرض لكم نهار اخر كملت ملكو جينا بشي ولسالة شربت الكويستي وقعت ورتحت ومن بعد حبيت نذوق لكم الى عصيدة اقول خنشوفها لحلوة متاحة في السبع مغار في الحقيقة متعربي جيتني راهي معتدلة مهيش حلوة 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 معنا هي جيتني معتدلة وعجبت ايني عجبتني اكترفوني معناها ناكل حاجة اني اشطرها كبيتها في اطباق اما حبيت نوريكم القاوي مبطال عصيدة شوفو كيفيش متماسك لونها مزيين وكهو حسيلو جربوها كنقيتو حكايكا كعرضتكم اهم نصيت تسجوغو ايا شي هي طيبة للناس الكل وصحة شريبتكم كنت فرش عليها في الليل بوسة كبيرة بسليمة باي باي اشتركوا في القناة